ابن اللذينة كل مرة يدخل للمدير عشان ياخد اجازة المدير بيدهاله ولما ندخل اطلب اجازة من المدير بيزلني وكأنه بيقطعم اللحمه نبس عارف هو بيعمل ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل الناس الحلوة في حلقة جديدة من حلقات توجيه العقول كلنا نحب ان الناس اللي حاوليني تستجيب لطلباتنا في الحلقة دي هنتكلم عن اسلوب اسمه الخطوة الاولى او فوتندور واللي هيساعدنا ان احنا ناخد كل اللي احنا عاوزينه من الناس في سنة 66 في اتنين باحثين اسموهم فريزر وفريدمن مروا على 112 بيت وطلب من كل صاحب بيت ان هو يحط يفتة كبيرة قدام البيت مكتوب عليها الرجاء القيادة بامان المشكلة ان اليفتة كانت كبيرة وشكلها مش شاعري فصعب ان اي حد في الظروف الطبيعية ان هو يوافق والبحثين كانوا عاوزين يختبروا فعالية اسلوب الخطوة الاولى فمروا على نص البيوت قبلها باسبوعين وطلبوا من صحابها ان هما يحطوا لزقة 10 سنتي في 10 سنتي على شباك البيت مكتوب عليها قد السيارة بامان طبعا بسبب ان اللزقة الصغيرة معظم الناس وفقت بدون مشاكل بس اللزقة الصغيرة دي كان لها تأثير السحر فالبيوت اللي حضت اللزقة 65 في المية من صحابها رديوا ان هما يحطوا اليفتة كبيرة بعدها باسبوعين في حين ان الناس اللي هما ما عندوش عليهم قبلها باسبوعين 17% منهم بس اللي وفقوا ان هما يحطوا اليفتة كبيرة الفكرة في اسلوب الخطوة الاولى ان احنا لو بدأنا بطلب صغير صعب ان الناس ترفضوا فده هيخلي الناس توافق على طلب من نوع مشابه ولكن اكبر بكتير بعد كده في نظرية بتفسر ليه الاسلوب ده فعال النظرية دي اسمها نظرية الصورة الزهنية للذات او self perception theory النظرية دي بتقول ان الانسان بيكون صورة ذهنية عن نفسه فلما بيتصرف تصرف معين بيتشكل في ذهنه ان هو من الناس اللي بيستجيبه لنوع معين من الطلبات او بيستجيب لشخص ما او ان هو بيتصرف بطريقة ما وزي ما قولنا قبل كده صيح السلوك ممكن يكون من باعه القناعة ولكن اغلب الناس عندها استعداد ان هي يتغير قناعتها علشان تكون متسقة مع السلوك سابق الحاجة التانية ان الناس بتحب ان تكون تصرفتها متسقة مع بعض فلو رفض حاجة دلوقتي غالبا يرفض حاجة زيها بعدين ولو رضي بحاجة دلوقتي ممكن يرضب زيها بعدين برضو فارجوعا لزمنا اللي في شغل المدير بيوافق له على الاجازات ممكن يكون احد الحاجات اللي هو بيعملها انه بيمر على المدير قبلها ويطلب منه انه ياخد يوم واحد بس اجازة بعد من المدير يوافق له على الطلب يروح داخل عنده تاني بعدها بسبوع ويقول له انا شاكر جدا ليك ان انت وفقتلي على الاجازة بس هل ممكن امدها لغاية اخر الاسبوع اشهر كائن بيستخدم الاسلوب ده الشيطان الاول بيبتدي معانا بزمب صغير ولو استجبنا له وسعتها بيطلب مننا ان احنا نعمل زمب اكبر بكتير علشان كده ربنا بيقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الجماعة بتاع التسويق برضو بيستخدموا الاسلوب ده كتير فمثلا في محلات بتبيع بعض السلع زي اللبن والعيش اقل من تمانا الحقيقي كل ده علشان يجر رجلك ويعودك ان انت تشتري منه بعدين فيه سلسلة سوبر ماركتات كبيرة في امريكا اسمها كوسكو محلات كوسكو بتبيع اكتر من 150 الف فرخة مشوية كل يوم وبتخسر في كل فرخة حوالي 70 سنت فالناس بتروح تشتري الفراخ المشوية بقى اقل من تمانها وتطلع من هناك شرية حاجات بمئات الدولارات ولما تكون ماشي في مجمع تجاري كبير وتلاقي واحد من البيعين اللي هم حطينك شاك في وص الممرات بينادي عليك ويقولك انا عندي سؤال عندي سؤال هل تحب تاخد اجازة او هل البرد والحرم بهدلين بشرتك اول ما تقف وتجاو على السؤال فهو خلاك تاخد اول خطوة وقابليتك ان انت تسمع وتشتري منه بعدين بتزيد بشكل كبير فيه تطبيقات تانية ايجابية ممكن نستخدم فيها اسلوب الخطوة الاولى فتلاقي مثلا منذوب الجمعية الخيرية بيقولك اتبرع ولو بجنيه واحد لانك لو اتبرعت بجنيه دلوقتي ممكن تتبرع بمية بعدين ولما تيجي تتناقش مع حد وانت متوقع منه صد او ان هو يخلفك في الرأي فممكن تبدأ معا بحاجة صغيرة انتو الاتنين تتفقوا عليها لان هو لو اتفق معاك على الحاجة الصغيرة هيبتدي يلين وممكن يتفق معاك على الحاجة اكبر بكتير بعد كده ولو حبيت تلتزم بالطاعة او سلوك جميل فممكن تبدأ بصدقة صغيرة او بركعتين خفاف او ان انت تبتسم في وشوش الناس او ان انت تساعد جارك هو بيطلع حاجته للبيت كل الحاجات الصغيرة دي هتخليك تبص لنفسك بصة مختلفة وهتخليك اقدر ان انت تعمل حاجات اكبر واحلى بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق فالطاعة الصغيرة ممكن تكون اول خطوة الطاعة كبيرة في نهاية الحلقة احب اشهر كل الناس اللي بتدعم القناة من خلال اللايك ومن خلال التعليقات اسفل الفيديو ولو عجبتكم الحلقة اعملوها شير على فيسبوك وتويتر واتساب ولو معجبتكوش اعملوها شير برضو وقولو للناس يا وحشة ازاي ولازم تعملوا سبسكرايب عشان يصلكم كل جديد من القناة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وبركاته